ان الحاجات اللي هي مغلقات البيتا كظبط ضوى ضغطه وكتقليل عمل القلب دي بتطول عمر القلب طبعا بإذن الله سبحانه وتعالى ضغط الدم محدش ياخده كأنه حاجة منفصلة عن القلب لأنه هو زي ما اتفقنا ان القلب بيوصل لمرحلة لو ضعف لو ضعف لو ضعف ممكن الضغط يقع لأنه مفيش انكباض مناسب يضخ الدم للجسم في الأوعية الدموية أو في الشرايين للجسم وبالتالي في لحظة معينة لو القلب ضعف قوي هيؤدي إلى الضغط يقع والضغط لما يقع معناه أنه مفيش دم هيروح لأجزاء الجسم يبقى الجسم وقتها اللي هو بقى بنحس اللي هي الشك الشك اللي هي الصدمة والشك دي كلمة مستخدمة يعني يقولوا ده العيان ده عنده شك بالعربي كده الشك دي كلمة مستخدمة بتلاقي العيان أطرافه بردة بتلاقي العيان النبض ضعيف بتلاقي العيان النبض سريع بتلاقي العيان عرقان عرق بارد بتلاقي العيان بيحس انه روحه رايحة بتلاقيه عرقان في وشه عرقان جدا بس عرق اسمه بارد غير العرق بتاع الجري والتنطيط وكده ده اسمه يعني اللي هو ده عرق العافية وده عرق اللي مش عافية يعني فهو وقتها لما الضغط ده بيوطى نتيجة ان عضلة القلب اصبحت لا تستطيع القيام بوظيفتها المناسبة ان هي تضخ الدم في الشرايين مش قادرة فالضغط وقع وهنا المريض ده بيحتاج مستشفى ملوش علاج اخر لايقول لي بقى يعمل مياه ده المياه بملحة موته يعني فيه فرق بين الضغط واطي لكن انا حاسس النبض كويس جدا والرجل ده فيانة والاطراف ده فيانة ده ضغط واطي مقبول لكن الضغط الواطي اللي الايد والرجل ببردين والنبض بطيء وزا ما قلت عرقان ده لو خد مياه بملح هيموت